ذكر موقع أكسيس الأمريكي أن نحو 90 نائباً ديمقراطياً طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أوضح الموقع أن طلب النواب الديمقراطيين يأتي بسبب مخاوف من تقييد إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة في الصياقة ذاتي أعلنت هيئة الإذاعة الأمريكية أن نحو 40% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة تفعل أكثر من اللازم لدعم إسرائيل ترجمة نانسي قنقر